مرحبا بكم مشاهدين في فقراتكم الاقتصادية بداية هددت الرئاسة الروسية بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب والأسمدة من وموانئ البحر الأسود في حال عدم إزالة العقبات الغربية أمام الصادرات الروسية واشترطت الخارجية الروسية إحراز تقدم في حل المشاكل الأساسية الخمسة المتعلقة بصفقة الحبوب لافتكاك موافقة موسكو على تمديد الاتفاق إلى ما بعد الثامن عشر مايا المقبل تتضح الرؤية مع مرور الأسابيع اتفاق الحبوب الأممي على وشك التحليق إن لم يتم حل المشاكل الأساسية حسب موسكو تمديد الاتفاق الأممي لن يتحقق إلا بإعادة ربط روسيا بنظام سويفت والسماح لها بسئناف توريد الآلات الزراعية والغيار والخدمات ورفع القيود المفروضة على قطع التأمين بالإضافة إلى فك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة نعيد تأكيد موقفنا بأنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل خمسة مشاكل أساسية وهي إعادة الربط مع نظام سويفت واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات ورفع القيود المفروضة على التأمين بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئة استعادة تشغيل خط أنبيب الأمونيا وفك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة في حال لم يتم تسوية هذه المسائل فلا داعي للحديث عن تمديد إضافي لمبادرة البحر الأسود بعد الثامن عشر مايا تلويح روسي بتجميد الاتفاق الذي جان منه الغرب مكاسب وغنائم على حساب القطاع الزراعي الروسي حسب مراقبين في غياب ضمنات وصول المنتجات الروسية والأمونيا إلى الأسواق العالمية لا يمكن أن تقف الصفقة على ساق واحدة بل يجب أن تقف على ساقين في هذا الصدد إذا استندنا بالطبع على ما يجري اليوم فإن التوقعات لتمديدها ليست كبيرة جدا موسكو تقاوم تمديد الاتفاق لفترة أطول إن واصل الغرب عرقلة صادراتها كالمواد الغذائية والأسمدة والتي لا تخضع للعقوبات مبدية عدم رضاها الذي خدم المصالح الأوكرانية على حساب روسيا انخفض الدين الخارجي الروسي ليصل إلى 358 مليار دولار بحلول الفاتح من أبريل الجاري وأظهرت بيانات للبنك الروسي أن الدين الخارجي انخفض في الشهر الجاري بوقع 22 مليار دولار عن مستوه في بداية العام بنسبة بلغت 6% بعدما سجل 380 مليار دولار في الفاتح من شهر جامب الماضي قالت لجنة الأوكرانية للإحصاءات إن إجمالي الناتج المحلي للبلاد انخفض بنسبة 29% خلال 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه ويتوقع صندوق النقد الدولي مراوحة الاقتصاد الأوكراني بين انكماش بنسبة 3% ومعدل نمو بنسبة 1% خلال 2023 ليرتفع إلى 6% بحلول 2025 آلنت وزارة المالية المكسيكية أن الإرادات الضريبية نهزت 68 مليار دولار في الربع الأول من العام وأوضحت الوزارة في أحدث بيانتها أن العائدات الضريبية بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة حوالي 68 مليار دولار البيانات ذاتها أشارت إلى أن هذا المستوى من الإرادات يمثل زيادة بمقدار 5 مليار دولار وعزت هذه الزيادة إلى تشييد تدابير دفع الضرائب وارتفاع تكاليف الضريبية في قطاعات مثل الصناعة والصادرات مشاهدين بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام الفقراتنا الاقتصادية إلى اللقاء